إلى قصر الضيافة بقارتاج تعود المشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة في شوتها الثاني بعد تكليف الرئيس التونسي قيس سعيد المرشح الياس الفخفاخ بتشكيل هذه الحكومة وعرضها على البرلمان في أجل أقصه شهر مهمة تبدو صعبة في ظل خلاف بين الأحزاب والكتل البرلمانية حول هذا التكليف قيس سعيد جازف باختيار الياس فخفاخ كرئيس الحكومة القادمة هذه المجازفة احتملت مخاطرا لأنه لم يختر الشخصية الأكثر توافقا عليها من طرف القوى الحزبية والأحزاب في الاقتراحات رئيس الحكومة المكلف قال في حديثه عن تركيبة فريقه إنه سيكون مصغرا وسينكب على الملفات الاقتصادية والاجتماعية والعناية بالمناطق المهمشة والقضاء على الفقر مسائل يرى الشارع التونسي أنها أصبحت ملحة بعد تأخر الطبقة السياسية في معالجتها أول حاجة يهتم بالوضع المعيشي للتونس خاصة في القفط المواطن في التعليم حرب على حدودنا والحرب هذه تستحق حكومة متع وحدة وطنية ولا حكومة متع انقاذ وطن محاولة إرجاع الأوضاع إلى الحد الأدنى المقبول من التوازنات التحكم في الديون التحكم في التضخم وتحسين المقدرة الشرائية للمواطنين وبين انتظارات الشارع وحسابات الطيف السياسي والحزبي الممثل في البرلمان تبدو الأيام القليلة القادمة حاسمة في تحديد مصير الحكومة الجديدة وأولوياتها مع بداية العد التنازلي في المصار الثاني لتشكيل الحكومة التونسية تحديات بالجملة أمام الرئيس المكلف أولها تكوين فريق حكومي وإقناع البرلمان بمنح ثقة ويبقى التحدي الأصعب رسم خارطة طريق اقتصادية واجتماعية لإخراج البلاد من أزمتها وليد عبدالله الحدث تونس